عزيزة مشاهدين أنا وسهلا بيكم ولقاء جديد وحلقة جديدة النهاردة من برنامتكم نور الحياة النهاردة موضوع حلقتنا مهم جدا وبيخص كل بيت وما فيش في بيت بيخلوا منه الحقيقة وهي المشاكل الأسرية كتير مننا من الأسر بيعاني من المشاكل الأسرية ومش بلاقيين لها أي حلول عشان كده النهاردة حبينا نحنا يكون معانا أخصائية متخصصة في هذا المجال هتكلمنا باستفادة كاملة إزاي نحنا نقدر نحل المشاكل الأسرية ونتغلب عليها وهي قواعد الأساسية في حالة زي المشكلات اسمحوا لي في البداية براحب بالدفتة جميلة الموران ومشارفانا النهاردة الأسازة داليا عزام استشاري نفسي وأسري وخصائي صحة نفسية وتعديل سلوك نورتنا دكتور وسعيدة جدا بالقائم معاك النهاردة وإن شاء الله زي ما قلت كده هنتكلم في موضوع المشاكل الأسرية وبننوه برضو إن شاء الله أن أسازة داليا متواجدة معانا في السلطة حلقات مهمة جدا إن شاء الله تتبعونا فيها بإذن الله من خلال برنامجنا براحب بيك حبيبتي نهاردة أهلا بيك حبيبتي مشكلة لك المقدمة جميلة حبيبتي سلميلي وليا الشرف طبعا أنا متواجدة معاك النهاردة وكانت سنة نحنا نتقابلك من زمان بس طبعا كانت في الظروف بقى طبعا كل شيء بوقته يعني في البداية دكتور زي ما قلت كده أنا مشاكل الأسرية كتير جدا وفيش بيت ما بيخلش منها يا دكتور ففي الأول إزاي نعرف إن فيه مشكلة وعايزين نحددها الأول فيه قاعدة إن ما فيش بيت فيه حياة أسرية حقيقية ما فيهاش مشاكل يعني لازم أما ألاقي البيت كده هادي وما بتمرش فيه شوية منغشات يبقى البيت ده هنا فيه خلل فيه طرف متحمل على طرف تاني فدليل صحة البيت أو العلاقات إن فيه بعض المشاكل يعني ايه مشاكل؟ يعني أنا عندي أزمة أو حوار أو خلاف فيه نتيجة إن أحد الأطراف أو أحد الأفراد الأسرة مش راضي لا يشعر بالرضو هنا بيبتدي يحصل أول إن هنا فيه مشكلة عدم اتفاعل فيه أنواع كتير وأسباب كتير للمشكلات الزوجية هنتكلم منها على أول حاجة نتكلم إن المشكلات الزوجية بيبقى لها مراحل يعني أول ما نتجوز غير بعد ما يبقى فيه أول طفل غير لما الأطفال تكبر تختلف في المرحلة وبيختلف الوقت أول ما بتبتدي الحياة الزوجية بيبقى دايما عندنا تصورات اللي هي أول نقطة بنقولها عليها هي التوقعات صقف التوقع الغير واقع الولد بيبقى شايف إنه حيتنقل لبيت يلاقي فيه جنة اللي هو كل طلباته مجابة وكل أوامره بتنفذ وإن موجود شخص قائم عليه البنت بتبقى عندها توقعات مختلفة إن هي هتخرج براحتها هتسترف براحتها همقاش فيه وقت للدخول والخروج هتسافر براحتها لما بنيجي ندخل البيت بنلاقي إن الحياة لقاعدية مختلف تماما عن تصورات فيه شخص آخر مختلف عنه فيه شخص طلباته مختلفة اهتماماته مختلفة ليه لإنه ده طبيعي الحياة في البيت الزوجية غير ما كانت في البيت بابوها وشخصين مختلفين نهائي من بيقتين مختلفتين مش شرط إنه نفس المستوى الاجتماعي معنى كده إنه إحنا مش هنمر بمشاكل فسقف الطاقة هو من أول أسباب المشاكل ما بين الأفراد عمتا حتى ما بين الأب والأم والأولاد هي متوقعة من الأولاد كذا لإن هي قدمت كذا فده اللي بيعامل المشاكل تاني حاجة فقدان لغة التواصل الصح إن دايما التواصل من طرف لطرف لكن لغة التواصل زي ما عرفها أريستو قال إن عشان يبقى فيه تواصل جيد لازم يكون عندي ثلاث حاجات مرسل ورسالة ومستقبل في وقت ما أجاه من يرجع نبدل المستقبل يبقى مرسل ويحاول يبعات لي رسالة تانية غيراً لنا قلتها عشان أعمل تواصل جيد لازم يكون فيه إنصاد جيد أسمع أكتر ما أتكلم عشان أفهم الطرف التاني أسمع وأنا بحتوي وبفهم وأقدر الرجل والست مختلفين تماماً في طريقة التفكير فلما نيجي نحاسب بعض على إن أنا بتعامل بأسلوبي كست واللي قدامي بتعامل كأسلوب وكراجل فنيجي إن لا أنا فهمه ولا هو فهمي فالخراس الزوجي من هو اللي احنا بنقول عليه سوق التواصل هو اللي بيقدي للمشاكل الزوجي النقطة الثالثة عدم التكيف الاجتماعي إحنا قلنا لسا دلوقتي إن فيه شخصين جايين من بقتين مختلفين تماماً دلوقتي بقت تجمعهم بيئة واحدة كل واحد عنده شخصية وطبع مشختلفة تماماً عن التين يعني نلاقي مثلاً خلاف إن الزوج بيقلع الشراب مثلاً بيحطه في مكان معين أو بيرمي رغم إن في بقيت شخصيته هي بيرفكت أو حل بس هي بالنسبة لها النقطة دي أساسية ما ينفعش لي لأن أنا مش قادر أتقبل ده النقطة دي بنقولها عليها هو عدم التكيف اجتماعي ممكن نبقى مستوى التعليم واحد ومستوى الاجتماع واحد لكن المستوى الثقافي مختلف ومستوى الأخلاقي مختلف الهدف إن إحنا نتقابل لنا هتخلى ولا ده هتخلى بس إحنا نلاقي لغة مشتركة نكمل بيه ونقطة واحدة نتقبلت منه ما يبقاش طرف عايز يلغي التاني أو يطبع التاني بطبع لأن ده مش هيحصل طبعاً بعد 27-28 سنة أو 30 سنة دلوقتي سن الجواز ما تتخيليش أو تتخيل إنك هتلغي شخصية وكيان ومبادئ يعني في مثلاً زوجة تقولك كتب أبيض هو بالنسبة له الكتب ده خط أحمر ما ينفعش والعكس أبيض ده هو الأسمر أه والعكس هنا دي مشكلة مشكلة اختلاف في المبادئ نتفق عليها لكن الخلاف قبل الاتفاق صعب يعني نرجع لنقطة تانية مختلفة هي الإفهام قبل الفهم الإفهام اللي إحنا دايما نقولك الزوجة مالك مفيش وإنت لو كنت مهتم كنت عرفت هو لا هو مش هيفهم هو مش هيعرف أنت قصدك إيه فأنت لازم نعمل نستخدم التواصل الجيد في تفهيم فكرتك مشاعرك مشكلتك ونبتدي نتناقش فيها فتتحل لكن التجاهل وفهم لوحدك مش هتحلها طبعاً نقطة كمان ومهمة جداً الطرف الثالث أحد أسباب المشاكل الزوجية هو وجود طرف ثالث دايماً في العلاقة علاقتهم مش وان تو وان لا مامتها موجودة ومامته موجودة وصحبتها وصدميله كله بيدخل في المشاكل كله بيدخل هو احنا مش هنصي الظلم بحده وحنقول إن هما دخلين علشان الإصلاح بس لا أنا أنت ولا أنت أنا ربنا خلقنا كلنا نسخ منفردة منفردة مفيش نسخة تانية مكررة من ناير ومفيش نسخة تانية مكررة من دليل ولا أزواجهم فلما يجي صديق الزوج ينصح الزوج بطريقة معينة في معاملة زوجته هي مش زوجته مش زوجت الصديق فالطريقة بتفشل أكيد بدل محلة المشكلة زادت توصيل المشكلة لطرف ثالث من أحد الأسرتين بيزود المشكلة ما بيحلهاش لأن الأهالي بيزعلوا مش بيحل وممكن الوضوع بيزيد أكتر وبيكتبر أكتر ويتحل ما بين الزوجين ويفضل قائم عند الأسرة الكبيرة قاعدين بقى الشيال وخلاص أنا عرفت بالضبط كده فعلا بيستطفوا ممكن الزوجين مع بعض خلاص كونت صورة بالزاد في بداية الزواج إن جوز بنتها ما بيرضيهاش أو إن مرات ابنها ما بترضيهاش فأصبحت فيها مشكلة فيفضل الهجوم دائم فنفضل في مشكلة قائمة ما بتتحلش طب الحل إيه بقى يا دكتور الحل هنا إن إحنا نستخدم اللي إحنا قلناه الأول أستخدم إن أنا مختلف عن أي حد أستخدم طريق التواصل جيدة أسمع من غير ما كون بجهز رد هجوم يا أصلي أنت مش فاهماني أصلي أنت مش سمعني أسمع باحتواء بإنصاط بقلبي وعقلي وإن أنا فاهم إن اللي قدامي ده شخص مختلف ولازم بدان بداية حياة معاه إنه هتقبله القبول الغير مشروط أقبل الشخص ده بكل اللي فيه قبل الجواز عندك الحرية إنك تقدر تفكر هتتعايش مع العيب ده أو لا بعد الجواز إزاي تتعايش معاه مش ترفضه ودي نقطة مهمة جدا إنها تضخيم عيوب شريك الحياة أنا بسيب كل الإيجابيات وأجي أتكلم على عيب واحد وأمس فيه بقى وأمش شايف أنا كشخص أمش شايف غيره للعيب ده كل حاجة بتتناسب مبقاش فيها لده اللي ظهر نيجي في الجلسات طب لو إحنا قلنا مثلا إيه قولي كده كان ميزة فيها أو قولي لي كان ميزة فيه ومسكي ورقة أو قلم نلاقي كتير ما نكون شواخدة بالي لأن إحنا مديش نفسنا الفرصة ده لأن أنا بصة على نقطة مهمة على العيب على إزاي يسيب الشعب هنا ثابت كل حاجة سويسة ثابت كل حاجة ومسكت في النقطة دي أو هو شايف إن مثلا هي ممكن تتغضعنا نشوف كل مميزاته يعني إحنا في تعديل السلوك لأي عمر دايما ما بنقولش إحنا بنصلح السلوك السلبي إحنا بنغزي السلوك الإيجابي فلما يكبر يختفي السلبي هو ده بس الكلام في العلاقة غزي الإيجابيات في شريك حياتك وشوفها الاختلاف الطبقي أو الاجتماعي ممكن يختفي بالوعي إن لو أنا مثلا زوجي أعلى مني مش دراسيا فقط إحنا ممكن نكون زملة في جمعة واحدة بس هو أكثر ثقافة إن أنا أعمل دايما إن أنا أنامي ثقافتي ودايما يبقى عندي وعي واطلاع ما اكتفيش بدا منها أنا بستمر في خلق لغة حوار ما بيننا ما بيبقاش فيه صمت بالتالي دايما يبقى فيه يعني تواصل يقدر يسمعني يقدر أفهمه أقدر أن إحنا الاتنين بنتكلم على قاعدة واحدة نقطة مهمة جدا للست وبتأثر فيها قوي هي الإهمال وعدم الاحترام وعدم التأدير ممكن نقولها هي بتأثر في ستة قوي بس بتأثر في الراجل بنفس بس يا دكتور بقت منتشرة فعلا في أسر كتير جدا يعني الرجال فعلا عادي بيتعاملوا بطريقة دي فعلا مع الستات يعني فعلا فيه مشاجر بتبقى سببها الوعي الجمعي وعي المجتمع وعي المجتمع أن الراجل يطلع يروح الشغل يرجع مش طيق نفسه رغم أنه هو لو خارج من الشغل وقعد مع صحابه هيقعد لطيف قوي تمام بس هو خلاص مبرمج في البرمجة اللغوية العصبية أنه هو وقت ما هيخلص الدوام أو ما هيخلص الشغل راجع على البيت خلاص احنا فصلنا الكلام واللغة قلت وده كبا بيرجع عن فرق المحصول اللغوي مختلف عند الراجل عن الست الست طالة أضعف فبتبقى محتاجة لما يرجع من الشغل أنها تقعد تحكيله كتير كتير صح وهو مش عايز غير أنه هو خلص محصوله اللغة ويبره وعايز يسكت هو خلاص اكتفى بقى عايز يدخل البيت عايز يسكت فعلا هنا تنحلها إزاي أن هي يبقى لها أنشطة بره ليها أصحاب ليها دنيا ليها دايرة تانية ليها دايرة تانية خاصة بيها لكن زوابانها بس في شخص الزوج والبيت هو دا اللي بيقذل المشاكل لكن الاحترام والتقدير والمشاكل الأخلاقية والعنف في التعامل سواء بدني أو لفظي دا أحد المشاكل القائمة طبعا بالنسبة للمشاكل يا دكتور أثرها على الأبناء إذا كان لسه أطفال صغيرين أو مراكين يعني إزاي نقدر المشاكل بتوصل للأطفال حتى هما أجنة يعني البيبي في بطن ممتو مجرد بيحس يا دكتور بيحس بالرفض بيحس بالقبول بيحس إنها زعلانة إنها بتعيت على طول أكيد أه طبعا فبيحصل حتى أمهاد كتير بتشتكي إن حركة الطفل بتختلف الطب دلوقتي بيليك سماعهم موسيقى سماعهم بتختلف أنا على المول الأم يعني لو هي مبسوطة هو الدنيا بتتزبط جوه ولو الأب برافد الحمل دا بيوصل للبيبي أو الجنين إن الأب برافد بيوصل إن الولد بيتولد بمشكلة نفسية من قبل الولادة موسيقى سبحان الله المرحلة الصغيرة اللي هي الأطفال الحديث الولادة واللسة ما بيقدرواش يعبروا بيستشعروا جدا الجو العام للبيت إزاي هو دافي ولا متوتر مشحون ولا مطمئن لو مش قادر يعبر بتلاقيه طفل عصبي بيسرخ بيجز على سنانه وهو نايم بيكسر لعبه مش سهل تلعبي معاه سن الدراسة بنبتدي تظهر المشاكل دي أكتر بنلاقي الأطفال بتقرقى تدوافرها بتشد شعرها بتنتف حواجبها تمني عندهم حالة نفسية تقلب تعمل التراب بدايتها ألا الحواجب دي غريبة بالعادة بنشوف الدوافر دي درجات شد الحواجب نطف الشعر تلاقي بقر شديد فضية من شعره إن هو بيشدها بنرجع تاني لتبول لإرادي بالليل وهي تكون حالة نفسية دكتور؟ حالة نفسية من الخوف توتر ألا الأم والأب بتخنقوا فهو جي عمل موقف راح الأب مزعقله جامد عشان هو متعصد هو إيه اللي حصلت؟ أنا مثلا ما عملتش حاجة فبيبقى خوف بلا سبب بلا هدف بيبقوا في حالة من التوتر والألأ الدين ننقل على سن الدراسة بيحصل بجانب كل المشاكل دي تأخر الدراسي تأخر الدراسي من أحد مشاكل التعليم بس دي له النقطة الوحيدة اللي خاصة بالمشاكل الأسرية الولد يبقى عنده نسبة ذكاء عالية جدا نحن دايما بنعمل في حالة التأخر بنعمل اختبار اسمه ستانفورد بنين وهو ده المقنن في مصر أسطورة الخمسة الطبيعي إن المقياس ده من تسعين لمية وعشرين ده النورمل بنلاقي أطفال فئة الموهبين مع الدين المية وعشرين عندهم تأخر دراسي ليه؟ لأنه هو فقط الدافعية للتعليم هو مش عايز تعلم لأن الجو المشدود في البيت مش هاتت انتباهه مش هاتت تركيزه بيفكر في حاجات كتير هل أنا المرفوض هل أنا سبب المشكلة هل أنا اللي مش محبوب طب أنا فطول الوقت هو دماغه وشغاله في حاجات تانية لو اتنقلنا بداه لمرحلة المراهقة فأنا حطيت عليه بقى اضطراب في تفكير المراهق اختلاف في مشاعره إثباته لذاته وتكوين شخصيته كل ده بيأثر أكيد على حالته النفسية حالته النفسية وتكوين شخصيته بعد كده إلا هو ممكن يطلع مضطرب نفسياً والاضطراب يؤدي إلى مرض ويفتح بيه بالتاني وبيعود عليه في الآخر في الأول يا دوقت طبعاً طبعاً دلوقتي انا كزوج وزوجة انا رقيت ان فيه مشاكل في البيت ايه ما ابتدي نعمل تفاوض ونقعد نتكلم ما امكانش نلجأ لمتخصص ونشوف الخلل فين ونصلحه ليه لان انا دي شركة انا هفتح لها فروع بعد كده اللي هي أولادي فلو خرج من عندي منتج معيب ما هو هو بعد كده هيبقى فيه أسرة تانية فيها خلل نفسي قصة والدور الدايرة يجيبولك مية اه يليك نموك المية احد المشاكل الكبيرة في كل البيوت هي الميزانية بذات الفترة اللي فاتت فيه ميزانيات كتير حصل فيها خلل بسبب ظروف الكورونا وبعض الشغل العطل او بعض الاعمال اللي عطلت الهدف الوحيد اللي نقدر نخرج به من المشكلة دي الشفافية ان الزوج والزوجة يعودوا بورقة وقلم نكتب دخلنا ونكتب السوابط في اول الورقة اللي هي الايجار والحاجات اللي بتتدفع الاقصات المدارس العلاج بندل الدخار بندل طوارق ونبتدي نكتب بقى ايه مفردات الشهر طب الميزانية مش حكفي طب نقدر نعود دا من هنا ل هنا بايه او نعمل ايه يبقى بحضور اشترافين لكن مش انا اديها مبلغ واقول لها تصرفي فهي ما يكفيهاش فتبتدي الخناء لازم المشاركة وبالورقة والقلم وساعة ما يحصل اي حاجة طرقة نعود برضو بالورقة والقلم ازاي هنعمل احلال ونغير البنود دي نقطة مهمة من اهم النقطة اللي بتبقى عليها المشاكل هي الميزانية والطرف التالت وعيوب اه دي بتحصل عليها بقى مشاكل يا دكتور بقى اه طبعا اه طبعا المفور فأنا زي ما حدرتك قلتي يعني يعودوا له اثنين مع بعضها ولو الزوجة بتشتغل انتي هتشاركي بقى دي ايه في البيت وطوعية مش اجبارا عشان هي تبقى مرتاحة لان كل المشاكل دي بتأثر في حالة في الاخر اسمها الرضا عن الحياة الرضا عن الحياة هو اللي بيقدي الى الصحة النفسية اكيد اه طول ما انا سليم نفسيا انا قادر على التكيف مع المشاكل فما بتحصل مشكلة خلاص هي مش نهاية الدنيا احنا دي ازمة وبتعدي دكتور برضو كده سريعا حددك تقول لنا برضو اداب الانفصال يا دكتور لو اللي قدر الله حصلت المشاكل لدرجة ان احنا وصلنا للانفصال اه سريعا يا دكتور لازم ساعتها ان يبقى انا اول والاخير انا عيني على الولاد مش عيني على الطرف المنفصل احنا دلوقتي بنعمل حاجة من حقنا لان احنا خلاص وصلنا لنهاية الطريق يبقى انا اول حاجة ما اشوفها الولاد يفهموا يعني ايه ويفهموا ان بابا موجود وماما موجودة حياتنا زي ما هي وحنتابع مع بعض حياتنا بشكل لائق وسوي اه وربنا يحبس كل بيوتنا يا رب يا رب يا دكتور انا اسفى والله البقى تخلص تريعا معنا اه فعلا اه الوقت جايبين فعلا والله محسينة بي يعني وان شاء الله كميليين مع حضرتك في موضعات ان شاء الله بيسمي الله بشكل سادة المشاهدين ان شاء الله كميليين مع الأستاذة داليا عزام موضوعات كتير جدا وهناقش ان شاء الله في الحلقات القادمة بداية دخول المدارس خاصة مع الاطفال اللي لسه في البداية من حضرتنا ازاي نقدر احنا نتعامل معهم ونضيع منهم موضوع الخوف بشكرك يا سادة داليا ونورتنا وشرفتنا النهاردة وان شاء الله كميليين مع حضرتك بإذن الله بشكرك جدا يا سادة نايل شكرا لكم مشاهدينا في امان الله